بسم الله الرحمن الرحيم موضوع درسنا في هذا اليوم المبارك الأغر بعنوان الرحمة المهدات الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته ورحمته وصوره في الأرحام بحكمته وجميل إحسانه والصلاة والسلام على الرحمة المهدات الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال أيضا يا أيها الناس اقجاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال أيضا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة لأتى جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدة فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه معشر الإخوة المؤمنين إن الشريعة الإسلامية قائمة على الرحمة والسماحة واليسر ورفع الحرش وهي رحمة للعالمين هذه الرحمة التي هي أخص خصائص رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنها رحمة واسعة كم وكيفة أشمل كل شيء في الوجود نحن عندما نريد قياس شيء إما أن قسم مقباره وحجمه وهو ما يعبر عنه بالكمية والثاني جوهره ووصفه وهو ما يعبر عنه بالكيفية وانطلاقا من هذا المعيار فإن الرحمة في الشريعة الإسلامية عامة وشاملة لجميع مناحي الحياة كم وكيفة وبهذه الرحمة التي وسعت كل شيء كما قال الحق سبحانه وتعالى ورحمته وسعت كل شيء كان فضل بعثة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم رحمة للإنسانية قاطبة لقوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنه إعلان فريد في تاريخ الرسالات فما أحوج المسلمين اليوم إلى تمثل قيمة هذه الرحمة وأن يرحم بعضهم بعضا حتى يكون مصدر خير ومنبع رحمة للبشرية كلها إن الأساس الإيمانية الذي قامت عليه الرحمة في الإسلام هو قول نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في الحديث الصحيح جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يطراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه كما أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل ومن هذه الصفة اشتق اسمان عظيمان من أسمائه الحسنى وهما الرحمن الرحيم وبهذين الاسمين العظيمين استفتح الحق سبحانه وتعالى كتابه الكريم وهو سبحانه وتعالى يتصف بالرحمة في أكمل تجلياتها وشموليتها وهذه الرحمة تكون تامة تطفي الخير على المحتاجين ومعناها العناية بهم وإرادة الخير لهم كما تكون عامة تشمل المستحقة وغير المستحق وقد وقف علماءنا رحمهم الله عند هذين الاسمين الجالدين الرحمن الرحيم فقالوا نصيب العبد من اسم الرحمن أن يرحم عباد الله الغافلين ويرشدهم إلى ما فيه الخير والصلاح بلطف دون عنف وينظر إلى العصاة بعين الرحمة لا بعين الإذاء والسخط ونصيبه من اسم الرحيم هو أن يسعى بكل إخلاص إلى إسعاد المحتاجين والفقراء والنساكين فإن هو عجز عن ذلك فيعينهم بالدعاء لهم بتفريج قربهم وإظهار الحزن لسبب حاجاتهم رقة بهم وعطفا عليهم كما تجلت هذه الرحمة بمصفها قيمة خلقية عظيمة في تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين ومع المسلمين على السوا فقد جاء في الحديث الصحيح طول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل لا يرحم الناس لا يرحمه الله وفي رواية لا يرحم الله بل لا يرحم الناس قال العلامة المغربي ابن بطال رحمه الله في شرح حديث الرحمة يدخل في هذا الحديث الحب على استعمال الرحمة لجميع الخلق فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك منها وغير المملوك ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك التعدي للضرب وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم قالوا يا رسول الله كلنا يرحم قال ليس برحمة أحدكم صاحبه يرحم الناس كافة إن المسلم الحق هو الذي يرحم الناس كافة أطفالاً ونساءً وشلوخاً مسلمين وغير مسلمين قال صلى الله عليه وسلم أيضاً يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إن الرحمة في الإسلام عامة وشاملة تتسع لتشمل الكون كله فهي تهم الإنسان بشكل خاص مسلم كان أو غير مسلم كما تشمل الحيوانة والنبات وغير ذلك من مخلوقات الله عز وجل فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مرأة دخلت النار بسبب هرة فقال عليه الصلاة والسلام دخلت مرأة النار في هرة رمتتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض وقال عليه أفضل الصلاة وأسكت تسليم في تحريم قتل الهرة عذبت مرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل غفر لرجل بسبب سقه لكلب اشتد به العطش فقال صلى الله عليه وسلم بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشارد منها ثم خارج فإذا هو بكلب ينهث يأكل الثارة من شدة العطش يأكل الثارة من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أنسك بفيه ثم رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإننا في البهاء لأجر قال في كل كبد رتبة أجر ويقول صلى الله عليه وسلم في سياق بيان قيمة الرحمة دائما من قتل عصورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمن ثعه إن الشريعة الإسلامية شريعة قائمة على الرحمة التي هي من مقتضايتها إسعاد الخلق معاشا ومعادا لقوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقد اتجه الإسلام في إحكامه القائمة على الرحمة والسماحة واليسر إلى نواح ثلاث هي أساس سعادة الإنسان المسلم الناحية الأولى تهذيب الفرد ليكون مصدر خيري مجتمع ولا يكون منه شر لأحد من الناس والعبادات كلها جاءت لتهذيب النفوس وتثيق العلاقات الاجتماعية وهي تهدف إلى تطهير النفوس من الأمراض وأضران الحق الناحية الثانية إقامة العدل مع المسلمين ومع غير المسلمين لقوله عز وجل يا أيها الذين ألنوا نكون قوانين لله شهداء بالقسط ولا يجري منكم شأن آلقوم على أن لا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأمثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليهم الخبير وفي إطار إقرار العدالة الاجتماعية فقد أوجب الإسلام تكريم الإنسان لذات الإنسانية قال تعالى والقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلة الناحية الثالثة تحقيق المصلحة التي يسبب سعادة الإنسان معاش ومعادة وهذه المصلحة التي أقرها الإسلام ترجع إلى الحفاظ على أمور خمسة هي الإطار الآن لضمان الحياة الكريمة للإنسان المسلم وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل وهي التي يسمي علماؤنا رحمهم الله بالكليات الخمس أو الضروريات الخمس وهي التي تحقيق للمسلم حياة كريمة وسعادة في الدنيا والآخرة وصل الله على سيدنا محمد نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يمدين ترجمة نانسي قنقر